السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعلم بكم في حلقة جديدة من سوبر نينو لو أول مرة تشوفيني ياريت تشتركي في القناة وتفعيل الجرس عشان يوصل لك كل جديد زي ما اتفقنا سوبر نينو تدبير توفير سهولة النهاردة هنعمل كحكس سمسم بكل سهولة وبمقادير كلها اقتصادية ومتوفرة عندك في البيت وهينجح معاك من أول مرة وتحدي يلا بينا على الطريقة والمقادير عشان نعرف عملنا ازاي المقادير اللي معايا فاصلت المهاردة هنشتغل على طول وهنعرفها وإحنا شغالين عندي كوبايتين من الدقيق هنزل عليهم بربع كوباية من الزيت وعليهم ربع كوباية من السمنة أو الزبدة الموجود عندك دي اول خطوة وهبدأ أبسس الدقيق اللي عندي كده بالسمنة والزيت لحد ما كله يتشرب كويس قوي مع بعض حاجة بسس كويس قوي تمام؟ بالمنظر دا كده اهو لازم تبسسي كده يعني تشربي الجقيق بالسمنة أو الزيت اللي عندك زي ما اتفقنا ممكن تستخدمي مكان السمنة ربع كوباية الزبدة وربع كوباية الزيت بس كده هاخد عندي هنا معلقة صغيرة مليانة كده هين مليانة من البيكن بودر وقلب برضو كويس كله مع بعض كده اهو المنظر دا وبعض كده اركن بقى الخليط دا على جنب عندي هنا نص كوباية من السكر وعندي ربع كوباية من المية هحط السكر على المية هبدأ انزل بقى ايه تدريجي كده وقلب وقلب عشان قلم العجين معي اهو كده هون عشان ممكن محتاجوش كل بطو زي ما اتفقنا اي حاجة بتختلف من نوع الدقيب اهو كده اهو المنظر دا طبعا ممكن تستبدلي السكر بسكر بودرة هيدوب معاك اصرا كده العجينة بقى اتجاهزة عندي طبعا لو اتهورتي وضبتي ربع كوباية المية على السكر وبعد كده العجينة لقيتها سيلة منك زودي شوية دي بس هو افضل ان انت تنزلي تدريجي بالمية ويريت ربع كوباية بالزبط وما تزوديش هبدأ بقى اعمل كور كده العجينة عندي اعملها كور المنظر دا كده اهو طبعا زي ما اتفقنا نوايات دي بتختلف فبرده مهما اقول لك انا من المواد السيلة اللي تحطيها قد ايه لازم برضو نوع دي عندك ممكن يختلف فبرده لازم انت تتابعي الحوار دا وتبقي واغدة بالك علشان ما يزيدش منك هبدأ بقى اعمل كل الكمية كده بكور بعد ما عملها كور هعملها رول تمام اعيب المنظر دا كده هعمل رول كده اهو هعمل كل الكمية بقى بالطريقة دي كور بعد كده رول صغير كده على ايدي زي ما انتو شايفين كده عملت بقى كل الكمية رولات كده عندي هنا معلقة من اللبن او معلقتين مدوبة فيهم من نص معلقة صغيرة من السكر دي اضافية من عندي لو انت حباها حباها مش حباها تستعملي باللبن بس وعندي سمسم هعمل ايه بقى هاخد الرول اللي انا عملته اهو اللبن عشان يمسك لي السمسم وابدأ ان انا ارصه تمام يبقى هاخد رول حطه في اللبن بعد كده هحطه كده في السمسم ممكن تستبدالي اللبن بمية فيش مشكلة هعمل بقى كل الكمية اللي عندي بالطريقة دي وارجع لكم زي ما انتو شايفين كده عملت الكمية بتاعتي بالمنظر ده هدخلها الفرن عدرجة حرارة مية وتمانين هنرفل وسطاني وبعد ما تستوى من تحت الاول هولعلها بعد كده الشوية واركوا شكلها لما تطلع من الفرن تبع عاملة ازاي شايفين كده حبيبي ده شكل كحك السمسم بعد ما طلعوا من الفرن حاجة تحفى بجد جنبكم بيت شاي او نس كافي يبقى حاجة جنان ومقادير كلها متوفرة في البيت وحاجة حلوة تعجب الولاد دي كت وصفة النارده لو عقبرة وستنوني في وصفة جديدة المترجم للقناة